تركومان وعربي كاركوكا خلال الشهر الحالي عن نيتهما تشكيل ميليشيات تحمل احياء والمناطق التي يسكنونها الا ايذانا بزيادة التعقيد في هذه المحافظة التي تشهد توترا قوميا منذ التغيير السياسي في العام 2003 فالمكونان يؤكدان ان مطالبهما بحماية مناطقهما جاءت بعد فشل الحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالب قيادات المكونين باقناع حكومة اربيل على سحب قواتها المنتشرة في المحافظة وعدم قدرة قوات الجيش العراقي على دخول كاركوكا بسبب رفض كرد لهذا الامر ويعتبر التركومان والعرب ان ما يمارسه الكرد بحقهما يدخل ضمن ما يصفونه بارهاب الدولة معتبرين ان الانسحاب من البلاد وخاصة المناطق المتنازع عليها نهاية العام الحالي سيكون بمثابة صفارة البداية للكرد للانقضاض على السلطة في المحافظة وافراغها من المكونات الاخرى وربما الحاقها باقليم كردستان العراق فالحلول السياسية والامنية التي دأبت الحكومات المتعاقبة في العراق على وضعها لتسوية قضية كاركوكا لم تأتي باي نتيجة كذلك الحلول المؤقتة التي طرحتها واشنطن لتسوية الوضع في المحافظة التي باتت تمثل قضية وجود بالنسبة لحكومة اقليم كردستان وكذلك بالنسبة للحكومة المركزية التي ترفض اعطاء اي تنازلات للكرد مهما كانت علاقاتها وثيقة معهم وقد تكون الازمة الاخيرة بين بغداد واربيل على خلفية عدم تنفيذ اتفاقات اربيل وخصوصا ما يتعلق بالبادة 140 دليلا واضحا على عدم قدرة الطرفين على تقديم تنازلات فالكرد اظهروا باضوح انهم عاجلا ام اجلا يرغبون بضم كاركوكا ويرفضون اي تسوية تقيها بيد العرب ولعل توجه الكرد نحو الاستحواذ على كاركوكا وغيرها من المناطق المتنازع عليها يفسر السطوة الامنية التي يفرضونها على تلك المناطق من دون الرجوع الى الحكومة المركزية ما دفع رئيسها مؤخرا الى التعبير عن امتعاضه من تصرفات الكرد الذين قال انهم يحركون قطعات عسكرية الى المناطق المتنازع عليها وكأنهم دولة مستقلة معادية واذا كان المالكي غير قادر الا على التعبير عن امتعاضه من ذلك فان الهيمنة الكردية العسكرية هناك تعني بالنسبة للعرب والتركمان عدم القدرة على حماية النفس في ظل سيطرة الكرد ايضا على المناصب الحكومية والامنية في تلك المناطق وخاصة في كاركوكا التي يرفض الكرد فيها اي دور للجيش العراقي ما عدا في مناطق جنوب غرب المحافظة حيث الانتشار العربي الاوسع وفي المحصلة فان الاوضاع في كاركوك وباقي المناطق المتنازع عليها سائرة باتجاه التصعيد بعد فشل جميع الحلول لايجاد تسوية تضمن ايجاد ادارات مشتركة لهذه المناطق التي يتخوف مراقبون من ان يأولى الحل فيها الى استخدام السلاح اذ يؤكدون ان هذا السيناريو حقيقة تتجلى اكثر فاكثر كل ما اقترب موعد مغادرة القوات الامريكية اشتركوا في القناة